السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا ونائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا عقداء اجتماع للتناول الترتيبات الخاصة للإعداد للقمة الروسية الإفريقية والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري جاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال كذلك الترتيبات النهائية الخاصة بالقمة أكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية وأشد بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات القمة ستكون برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين وبتعدل القمة هي الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي والحدة الأطخم التي تستضيف روسيا على هذا المستوى ترجمة نانسي قنقر